شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تطبيق نبي الإسلام استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب رسائل اختبر معلوماتك البطاقات الدعوية الأرجوزة الميئية صوتيات منوعة مرئيات متعددة انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج تطبيق نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو غنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمرأة المسلمة دوروها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما أكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الأخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلوس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا؟ معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر وعليه التوبة والقضاء وإذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى وإذا رأى من يأكل ناسياً فعليه أن يذكره عند اقتراب شهر الصيام تكتب أسواق المسلمين بالأطعمة والمشروبات وتتضاعف الاحتياجات والنفقات وتزداد منافسة الفضائيات ويبحث كثير من الناس عن خريطة المسابقات والمسلسلات وتزداد معها حيرة المشاهدين إلى أي شاشة يتجهون وأي مسلسل يختارون مشغلات وعقبات ومؤامرات على رمضان تفرغه من معناه وتحرمك من ثمراته وفضائله وتحجبك عن الخشوع في الصلاة وتدبر القرآن ولذلك كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان تخففوا من شواغل الدنيا وشهواتها وأقبلوا على طلب الآخرة فتراهم قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وباليسير من الطعام والشراب يكتفون وبصحبة القرآن يعيشون فاحذر أن تأخذك شواغل الدنيا وصوارف الشهوة ولصوص رمضان عن اغتنام الشهر الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في رمضان تبتهج نفوس المؤمنين من الإقبال على الطاعة ومناسبات حفظ القرآن الكريم والاعتناء بالقرآن الكريم وعقد المسابقات لأجل ذلك تشجيعا على حفظ القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم هذا فيه معاني عظيمة ودلالات على الخيرية في هذه الأمة وفي بعض البلدان وجدنا صورا لاجتماع الناس واحتشادهم في مناسبات تتعلق بمسابقات القرآن الناظر إليها في البداية ربما يظنوا أنهم قد احتشدوا لللهو واللعب ولكن صورة القوم أنهم احتشدوا لأجل مشاهدة أحداث هذه المسابقة القرآنية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في المسلمين الهمة لنشر دينه والدعوة إليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل من ذلك أن يجعل فيهم الحماس والهمة لذلك الحقيقة عندما يرى المسلم هذه الجموع تحتشد لأجل ليس في ملعب لللعب واللهو وإنما لأجل سماع أداء المتسابقين في القرآن الكريم الحقيقة أن هذا فيه دلالات كبيرة والأمة والحمد لله فيها خير عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم النعمة وأن ينشر الخير في هذه الأمة وإلى النفحة الإيمانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا رواه ابن ماجة وصححه الألباني هذا الحديث وصية نبوية عظيمة وفيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الاستهانة وأحتقار الذنوب وقد وجه هذه الوصية لزوجته وأحب نساء إليه عائشة رضي الله عنها وبعض الناس يقول هذه صغيرة هذه صغائر هذه أشياء يسيرة فيحتقرها وهي تتراكم عليه الذنوب أمرها خطير ولها من الله طالب ما معنى أن الذنوب هذه لها من الله طالب يعني عذاب يعقبها كأن العذاب يطلبه المذنب العذاب يطلبه فهذا معنى أن هذه الذنوب لها من الله طالب وقيل إن محقرات الأعمال لها ملك يطلبها ويكتبها فهي عند الله عظيمة لا تستهينوا بها لا تحتقلوها لا تنظروا إليها نظرة تحسبون وهينا وهو عند الله عظيم المسلم قد يستهين ببعض الظنوب التي هي في نظره صغيرة كنظر إلى أجنبية أو مصافعة أجنبية أو تلفظ بقبيح أو شتم مسلم أو كلمة غيظة ويغفل عن أمور أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار هذه قاعدة جميلة من ابن عباس رضي الله عنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار فالكبيرة بالتوبة والاستغفار ممكن تمحى لكن الصغيرة تصبح كبيرة بالإصرار عليها وإذا تعددت الصغائر وتكررت تتحول إلى كبيرة الزنا من كبائل الذنوب والنظر والمباشرة من الصغائر لكن النظر من الصغائر لكن إن أصر على النظر صار كبيرة ودوام النظر هذا وما يتصل به هو يؤدي إلى أشياء نظر تعلق عشق كلام مواعدة مباشرة إلى الوقوع في الزنا وعرف الفقهاء الشاهد العدل يعني متى يكون الشاهد عدلا تقبل مشاهدته لأن الشاهد الفاسق ما تقبل شاهدته طيب ما هو تعريف العدالة في الشهادة قالوا أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة طبعا ما قالوا لا يذنب لأنه ما في بشر ما يذنب لكن عرفوا الشاهد العدل أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة فإذا في واحد يأتي الكبائر أو الكبيرة ما يقبله القاضي شاهدا وإذا كان يصر على صغيرة ما يقبله القاضي شاهدا فإذا الشاهد العدل تعريفه أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال إياكم محقرات الذنوب محقرات يعني يحتكرها الناس محقر عندهم لا يرونها شيئا إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه كما قل نظرة محرمة كلمة غيبة قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا لهذه الذنوب الصغائر كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم جاء وقت الطعام ويحتاج إلى طبخ لكي يطبخوا يحتاجوا إلى نار النار تحتاج إلى حطب قال عليه الصلاة والسلام فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا يعني عددا كثيرا من الأعواد فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها هذا الحديث الذي رواه أحمد يبين لنا أن الصغائر قد تجتمع على الإنسان حتى تهلكه وتورده عذاب النار والعياذ بالله ولذلك قال العلماء إن تواتر الصغائر عظيم التأثير في سواد القلب وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر فإنه يحدث فيها حفرة لا محالة معلين الماء وصلابة الحجر يعني لو الماء يقطر نقطة نقطة ماذا يحدث مع الوقت في الحجر الصلب الصلد الصخر ماذا يحدث فيه خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى فاعتياد الذنوب الصغيرة يهلك صاحبها وأيضا يفتح الباب لما هو أكبر منها لأنه إذا استسهل هذا الذنب الصغير أخذ الذنب المتوسط وإذا استسهل المتوسط أخذ الكبير ومن حام حول الحما يشك أن يقع فيه واعتياد الصغير يؤدي إلى اللامبالاء التي تؤدي للهلك هذه الذنوب مهما كانت صغيرة لها أثار قبيحة تضرب القلب تؤدي إلى حرمان العلم حرمان الرزق ظلمة القلب تعسير الأمور حرمان طاعات وحش بينه بين الناس هوان العبد على ربه وهوان على الناس روي عن الإمام أحمد أنه كان يمشي في الوحل ويتوقى فغاصت الرجل وفخاض وقال الأصعاب هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا وقع خاضها خرص ولذلك علينا أن نحذر معصية الله سبحانه وتعالى ونحرص على طاعة وقد قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا احذروا أن يراكم عندما نهاكم أو يفقذكم عندما أمركم ويحذركم الله نفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا فعلا يعني نطبق ما قال علماؤنا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن ننظر إلى من عصيته نسأل الله السلام والعافية وإلى الأسوة الحسنة لماذا شريع الصيام؟ وما هي ثمراته؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فالصيام تزكية للنفوس الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات فهو من أكبر العون على التقوى وهو جهاد للنفس يضبط طباعها ويكبح جمحها قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم وفيه مقاطعة لما تعود عليه الإنسان من العهدات القبيحة والخصال المحرمة قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذيب والمأثم ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء وفيه ترويض للنفس على فعل الخير من صدقة وصلاة وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الطاعات وفيه تربية على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ففي الجنة يقال للصائمين أكلوا واشربوا هنيئا بما أسلكتم في الأيام الخالية النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر يعتريه ما يعتري البشر من جوع وعطش ومرض وتذكر ونسيان وقد قال الله عن نبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم لكن ما هو الفرق؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقدر الله أن تعتري نبي صلى الله عليه وسلم أشياء من النسيان تثبت بشريته ويستفاد منها أحكام بالنسبة لنا فنسيانه عليه الصلاة والسلام من الأشياء حصلت فيها فائدة سبحان الله للأمة قال عليه الصلاة والسلام مرة إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونا رواه البخاري المسلم من طبيعة الإنسان النسيان ولذلك سمية والله رفع الإثم عن الناس إذا ارتكب محظورا ناسيا والنبي صلى الله عليه وسلم نسيانه ليس كنسيان بقية البشر من جهة أن النسيان لا يتطرق إلى الوحي نسيانه لا يتطرق إلى الوحي فلا ينسى شيئا من القرآن أبدا نحن ننسى نحفظ ننسى لكن ماذا قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى يعني سنقرئك قراءة لن تنسى بعدها ما نزل إلا ما شاء الله أن يمحوه من صدر نبي صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله أن ينسخه والنسيان هذا طبعا المنفي عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى أن يبلغنا هذا لا يمكن لكن ينسى آية مثلا ثم يتذكرها نعم حدث مثل أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا روال بخاري وسلم فهذا النسيان ليس في تبليغ الوحي لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من هذا لا يمكن ينسى يبلغنا شيئا أبدا مستحيل لا في القرآن ولا في السنة طيب أرشدنا عليه الصلاة والسلام في موضوع القرآن أن ما يقول واحد نسيت آية كذا طيب ماذا يقول قال عليه الصلاة والسلام بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسيه واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصي من صدور الرجال من النعم بعقلها إذن القرآن يتفلت من الصدور أشد من تفلت الإبل المعقودة تريد أن تتفلت وتذهب حريصة على التفلت شديدة التفلت فيقول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بتعاهد القرآن حتى ما يتفلت منه فإن القرآن سريع الذهاب إذا واحد ما حافظ عليه وراجعه وقال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيه لأن كلمة نسيت كأنها تدل على أنه متساهل يعني غير مبالي لا مبالاة وإذا قال أنسيت أو نسيت يعني الشيطان وما أنسانه إلا الشيطان فهو يعزوها إلى الشيطان ولا يقول أنا نسيت كأنه هو يعني غير لا مباليا لكن أنسيت أنسيتها أو نسيتها يصح قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمحو الله من صدر أشياء ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها قال قتاذة كان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء إذن ننسها إما أن تكون من أنساه ينسيه أو ننسأها بالهمز من نسأه فالأول من النسيان الثاني من نسأه إذا أخر فكان بعض القرآن ينسخ ويمحى من الصدور بقدر من الله وما أنساه سبحانه هو مما نسخ حكما وتلاوته فيحدث مثلا أن تنسخ آيات فلا يجدها الصحابة في صدورهم هذا حصل قيل إن سورة الأحزاب كانت بقدر سورة البقرة فنسخ الله منها ما شاء لكن لاحظوا أن النسخ في القرآن ليس إلى يعني إنه هي نعمة تفقد لا لأن الله قال نأتي بخير منها أو مثلها وهذا النسخ له حكم يعني في حكم من الله أن ينزل أشياء وينسخها ويأتي بخير منها أو مثلها سبحانه هو عز وجل منزل الوحي يفعل ما يشاء ينسخ ما يشاء يبقي ما يشاء يحكم ما يشاء وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصر فقال لأبي أصليت معنا طبعا أبي أقرأ الصحابة وأحفظهم قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي يعني ليش ليش ما رديت علي وعن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر فترك آية فلما صلى قال أفي القوم أبي بن كعب قال أبي رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها قال نسيتها رواه أحمد وحديث صحيح طيب النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان ينسى مثلا أشياء في الصلاة يعني يحصل مثلا مرة أو حصل أحيانا منه مثلا نقص في الصلاة بس حصل نقص وحصل زيادة بس ما حصل شك كما قال ابن قيم طبعا نحن نشك ثلاثة ولا أربعة طيب ممكن نحن مثلا نسلم من ركعتين وهي أربعة هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم طيب كذلك الزيادة لكن ابن قيم رحيمه الله يقول أما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم ما هي الحادثة التي حصلت فيها الزيادة قال عبد الله مسعود شف أن تقدير الله لنسيان نبيه في أشياء كيف فيها فوائد لنا وفي أحكام تهم الأمة قال عبد الله مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا يعني الظهر فلما انفتل يعني سلم من الصلاة توشوش القوم بينهم يعني من أدبهم بصوت خافت كل واحد يقول الثاني صلينا خمسة صلينا أربعة كم صلينا فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنكم نحن ما شأنكم تتوشوشون بينكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة يعني أوحي إليك أن الظهر بدل أربعة صارت خمسة قال لا ما حصل قالوا فإنك قد صليت خمسا فثنى رجليه قرص متأكد الآن أنه جمع من الصحابة ما يمكن يكون كلهم خطأ وهو عرصا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونا فإذا نسي أحدكم فليسجل السجدتين طب هذه الزيادة طبعا حصل هنا سجودها بعد السلام لأنه سلم أصلا طيب إذا صار فيه نقص نسي في صلاة العصر وسلم من ركعتين فماذا فعل يقول أبو هرى رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر إذن العشي غير العشاء العشي يسبحن بالعشي يعني وقت الظهر أو العصر قال إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فصلى بنا ركعتين يعني بدأ الأربعة ثم سلم ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد هؤلاء الذين يشتغلون بالبيع واللي عندهم يعني الناس دائما مستعجلين هذول مستعجلين بعد السلام على طول وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرة الصلاة قصرة الصلاة يعني هي أربع صلاتين وفي القوم الحاضرين في المسجد أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيته قال لم أنسى ولم تقصر على ظنه على ظنه عليه الصلاة والسلام أنه صلىها كاملة أربعا وبالوحي ما في قصر ما نزل نسخ ولا تقليل عدد الركعات ما نزل فقالوا فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك يا رسول الله ترى يعني في شيء حصل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا يعني إلى الناس فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق يعني صدق يا رسول الله لم تصلي إلا ركعتين خلص هنا تيقن تيقن كل هؤلاء كل هؤلاء واحد ممكن يعني الإمام يظن شيء واحد يظن شيء ما يلزم الإمام يأخذ قول واحد لكن لما يصير اثنان فأكثر فتقدم فصلى ما ترك يعني الركعتين ثم سلمه ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلمه روى البخير ومسلم طبعا هاتاني سجدتها السهو لكن ليش سجد بعد التسليم لأنه في زيادة من أول يعني من أول صلى ركعتين والتشهد والتحيات والصلاة الإبراهيمية والدعاء والسلام هذه زيادة صارت ثم قام أتى بالركعتين الباقيتين والتشهد وكاملا والسلام فلأنه صار الآن بالمجموع هذا في زيادة سجد بعد السلامه طبعا الثاني وسلم فصار الآن فيها ستة سليمات الثنتين اللي صارت بالخطأ الأولى والثنتين قبل سجود السهو والثنتين بعد سجود السهو الحديث روى البخاري ومسلم إذن إذا واحد زاد في الصلاة ماذا يفعل يسلم ويسجد لسهو بعد السلام ويسلم مرة أخرى ثنتين طبعا قد يزيد يكتشف الزيادة قبل ما يسلم من الصلاة فيسلم ويسجد سجنتين ويسلم وقد يسلم وما يكتشف الزيادة فينبهه الناس فتصبح يقوم يأتي يعني يقوم فهنا الآن يسجد لسهو ثم يسلم على طول يعني لو قالوا يا إمام أنت صليت خمسا أنت سجدت ثلاثا فمباشرة يسل السجدتين ويسلم حدث في صلاة المغرب النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين قال معاوية بن حديج صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فسهى فسلم في الركعتين ثم انصرف فأدركه الرجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة رواه النسائي وكذلك مر نسي التشاهد الأول من صلاة الظهر وهذا كثير ما يحدث معنا نحن ننسى التشاهد الأول ونقوم للثالثة على طول هل يرجع ولا لا السؤال قال عبد الله بن مالك بن بحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام فقام في الركعتين الأوليين يعني بعد الثانية مباشرة لم يجلس فقام الناس معه يعني إلى الثالثة وهذا هو الصحيح إذا الإمام ترك التشاهد الأول وقام نسيانا ما بعض الناس يجلس تحت التشاهد الأول وبعدين يكون الإمام ركع وبعدين هو يقوم خطأ إذا نسي الإمام التشاهد الأول ماذا يفعل الناس يسبحون حتى يعرف أنه أخطأ ما يرجع هو ولا هم يأتون بالتشاهد الأول يقومون معه لكن تسبيحهم يفيد يفيده أن يعرف أنه أنقص التشاهد وأخطأ حتى يسوى تسوي بعد ذلك طيب حتى إذا قضى الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر الناس تسليمة الآن هو صلى أربعا وتشهد وانتظر الناس تسليمة كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم رواه البخاري ومسلم وهذا يدل على أن من أنقص من الصلاة شيئا لا يجب الإتيام به فإنه يسد للسلام قبل السلام يعني لو واحد مثلا ترك سبحان ربي الأعلى في السجود ترك سبحان ربي العظيم في الركوع ترك تكبيرا من تكبيرات الانتقال ترك التشاهد الأول هذه واجبات إذا نسيها ما يرجع ليأتي بها كمر الصلاة ويسد السلام قبل السلام بس في أشياء إذا أنقصها ما تصح الصلاة أصلا لازم يرجع يجيبها واحد أنقص سجدة من إحدى الركعات ما ينفع ويسد للسهو لابد السجدة هذه ركن لا يجبر بسجد السهو لابد يجيبه الركن الذي نقص فإذا إذا سجد يعني إذا نقص في الصلاة صار في الصلاة نقص سجد قبل السلام إذا صار فيه زيادة بعد السلام إذا فيه شك تساوى طرفاه فإن رجح أحدهما فالسجود بعد السلام طيب النبي عليه الصلاة والسلام إذن بشر من البشر ويعتليه النسيان ولكن فيه نسياني عليه الصلاة والسلام فوائد كثيرة لنا مثلا نسي مرة سنة الظهر فصلاهما بعد العصر مباشرة نسي ليلة القدر في فائدة لنا نجتهد طول العشر لو كانت معينة كان الناس ما اجتهدوا إلا الليلة هذه فسبحان من جعل في نسيان نبي صلى الله عليه وسلم الفوائد للأمة وإلى أحكام الشهر خطأ 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 ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر حتى لأهل الفضل والإيمان لسنا عليه مؤاخذين فإنه في عفو ربك واسع الغفران نسي النبي فكان في نسيانه خير عظيم للورى ومعاني والوحي محفوظ فلا ينسى سوى ما قد جرى بمشيئة الرحمن نسيت تشهد بل وسلم ناسيا من ركعتين وأسكت الشيخان لكن تكلم ذو اليدين منبها ومؤكدا ما كان من نقصان فقضى النبي الركعتين كليهما وبسجدتيه تحصل الجبران الحمد لله قلنا إن كل عقار اشتراه الإنسان ليبيع ويتربح منه ولو بعد حين فإن فيه الزكاة كل سنة من اشترى عقارا ليحفظ ماله فيه فقال كثير العلماء ليس فيه الزكاة وقال بعضهم من المعاصرين خلص هذا صار أشد من البنك الفلوس اللي في البنك تنقص بالتضخم والعقار في الغالب يزيد من اشتراه ليزرعه من اشتراه ليعمره شيئا ليس للبيع فلا زكاة فيه وتجب الزكاة في العقار التجاري ولو لم يقبضه بعد فيجب على المشتري زكاة المبيع قبل قبضه لأن العقار تنتقل ملكيته بمجرد العقد والقبض مقدور عليه إلا إذا كان مماطلا أو طبعا معدما هذا شيء آخر العقارات المرهونة تجب فيها الزكاة إذا كانت معدل التجارة الشركاء في العقار يزكي كل واحد منهما نصيبه العقارات الموقوفة على الجهات البر العامة لا زكاة فيها لا فرق في وجوب الزكاة بين العقار الرائج والكاسد مدام باقي له قيمة يباع بها يعني لو قال أنا عندي أراضي كاسدة نقول بس لا بد يكون في سعر لو نزلت إليه تنباع يعني لو شريته بمليون لو نزلت إلى ثلاثمائة ألف ما ينباع إلى متين ألف ما ينباع في سعر أكيد لو نزل إليه سيباع به هذا الذي بناء عليه تحسب الزكاة في حال الكساد المساهمات العقارية تزكى زكاة عروض التجارة طبعا لأن أصلا هي أرض تفتح المساهمة تجمع الأموال فيها لتباع بعد ذلك العقارات المحجوزة قضائيا أو قانونيا المساهمات المتعثرة واقفة خلاص ما فيه ما فيه الناس يبغى فلوسها ما فيه معمولة عليها حظر معمولة عليها حراسة قضائية معمولة عليها ما فيها زكاة لأنه ما يستطيع تصرف بها ما يستطيع تصرف بها فإذا كانت محجوزة غير مقدور على تصرف فيها أرض عليها مشكلة دخلت في خط أنابيب دخلت في شركة حكومية دخل فيها ادعاءات ادعاءات خرص إذا صارت ما يقدر على تصرف فيها فلا زكاة فيها طيب ننتقل الأسئلة يقول السؤال عندي محل تجاري ما زكيت منذ عامين لعدم توفر المال لأني مررت بأزمة مالية هل يجوز الزكاة لاحقا والله يا أخي إذا أنت ما عندك سيولة ما عندك شيء ما تستطيع إخراج الزكاة سجله على نفسك دينا لله وأول ما تستطيع تخرج أول ما تستطيع تخرج ما هي شروط قبول العبادة الإخلاص واتباع السنة لا تزول قدم عبد نيوم القيامة حتى يسأل عن كل عمل عملة بسؤالين كيف ولماذا لماذا يعني لماذا عملت الإخلاص ولا للرياء ولا للشهرة ولا للسمعة ولا لنيل المحمدة عند الناس ولا ليش ولا لله وكيف عملت على السنة ولا على بدعة ولا على كيفك وعلى ما تشتهي وعلى وجدنا أباءنا هكذا لا بد يكون إخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب محمد من ليبيا تفضل السلام عليكم عليكم السلام وطلعه بركاته حيئك الله يا شيء الله يحييك يا أخي عندي سؤالي تضر السؤال الأول أني عندي غازات كثيرة في أحيان تزيد عليها وأحيان تقل وعاود الأمور البتمر شوف يا أخي إذا كان في وقت الغازات هذه تتوقف فانتظر حتى تتوقف ثم توضى وصلي وإذا كان تستمر ما تتوقف توضى بعد الأذان وصلي ولا تبالي بما خرج السؤال الثاني السؤال الثاني هل يعجوز لي قراءة القرآن من هذه فيما غير وضوء نعم لأنهم قالوا ليس له حكم المصحف فالقراءة فيه ليست ثابتة الحروف والكلمات ليست ثابتة يعني تظهر وتختفي فليس له حكم المصحف على فتوى بعض علمائنا المعاصرين عمر من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته الشيخ عندي السؤال فيما يخص مشاهدة مباريات كرة قدم هيوة هناك بعض السبب بمن يشاهد على الترفيه وهناك من حتى يقلد لعبين في مشيطهم في ملابسهم فماذا حكم لا وما تقول في من يقلدهم إذا أدخل لعب هدف بعض اللاعبين نصارى يعمل علامة الصليب فيأتي بعض الشباب ويقلدهم والعياذ بالله يعني تقليد في شعائر الكفري من أشنع التقليد نسأل الله السلام وعافية طبعا في بعضهم يلبس ملابس الأندية اللي عليها صلبان وفي بعضهم يعظمون اللاعبين الكفرة تعظيما كأنه بطأ كأنه من الصحابة كأنه أعظم وهذه مصيبة يا أخوان بعض الناس ما ينتبه إليها أن بعض الإعجابات تصل لدرجة التقديس بعض الإعجابات فمشكلة لما واحد يقدس شاب مسلم يقدس شخصا كافرا يقول إن لله ولد أو ينكر وجود الله لا بصيبة طيب الله وين بغض الكفر والكافرين طيب أم عبد الله من العراق تفضلي السلام عليكم عليكم السلامة وطيب وبركاته يا شيخ أنا أول شيء أريد أن أطلب دعاءك تريدين ماذا؟ أنا أطلب دعاءك يا شيخ أنا أتطلب ما ينبي إلا الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنكم ونسأله عز وجل أن يغيثكم بغوث من عنده وأن يصلح شأننا وشأنكم الله يزاكم يبان تفضلي من المغرب نعم عليكم السلامة وطيب وبركاته سلامة بارك الله وبركاته يا شيخ أنا أندي ثلاث أسئلة مفضل فضلي ما حكم ذلك بحاجب إلى المسجد وحفظ القرآن أو تحضر محاضرة لا يجوز الحاض أن تمكث في المسجد حتى محاضرة أو حفظ القرآن لكن إذا مرت به مرورا لا بأسه السؤال الثاني تحروا العشر كلها كما جاء في بعض الأحاديث تحروها في العشر فإذن ورد في بعض الأحاديث تحر العشر كلها وتكلم العلماء عن قضية التمسوها في ثالثة في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة وفي رواية يمضينا لخمس يبقينا وخمس يمضينا إذا صار الشهر ثلاثين غير إذا صار تسعة وعشرين وبالتالي النتيجة النهائية قالوا ولذلك يتحرها في العشر جميعا أمت الله من العراق تفضلي السلام عليكم ورحمة الله لدي السؤالين عليكم السلام عليكم تفضلي السؤال الأول إذا غلد الشخص نوم في ليلة القدر فاذ تكتب له الأجر كامل؟ إذا إيش؟ يعني مثلا ساعة واحدة مثلا أو ساعة ونف يعني نام فاذ يكتب له الأجر كامل؟ يعني حصل يعني نام في تلك الليلة نام بعض الليلة نام بعض ليلة القدري نعم؟ نعم 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 تكتب له إن شاء الله يعني لا يشترط أن يكون مستيخظا طيلة الليل حتى تكتب له فقد ينام ويقوم ينام ويدعو يقوم ويدعو يصلي ويذكر الله ينام حتى أحيانا واحد يحتاج النوم لإدراك صلاة الفجر هذه نقطة مهمة لأن بعض الناس يقوم الليلة يضيع صلاة الفجر ولذلك لا ليس يعني من نام بعض الليلة لا تفوته ليلة القدري إن شاء الله نعم السؤال الثاني بارك الله فيك السؤال الثاني الإمام صلى ظلات التراويح ركعتين ولكنه قام بعد الركعتين قام اكثر وهم قام شوفي إذا قام الإمام إذا قام الإمام إلى الثالثة أنتم تسبحون وهو ينزل مباشرة ثم يسجد للسهو يعني إذا قام الإمام إلى ركعة الثالثة في التراويح كأنه قام إلى ركعة الثالثة في الفجر نسبح وينزل هو ينزل لا بد ينزل صلاة الليل مثلنا مثلنا ينزل ويسجد للسهو خالد من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ بالله تتبع الرخص في ليبيا بذب الإمام مالك هل يجوز أن أخذ حاجة مثلا فتوى لإمام أحمد والشافي تتبع الرخص للمبك تتبع الرخص لنا هذه نسألة مهمة جدا بارك الله فيك لعلنا إن شاء الله نأتي نبذى عن تتبع الرخص نبذى عن تتبع الرخص حتى ما نحبس إخوانا عبد الباري تفضل أهلا شيخنا أهلا أهلا حياك الله الله يستلمك الله حياك الله شيخ نحب نحييك يا شيخنا أو نشكرك على القناة الجميلة الله يكرمك نحب نقلك يا شيخ أنه بعدما تأخذ شيء من شخص مثل أيام كنت جفر وتأخذ أو شيء من شخص بدون رحمة وشفقة وحب الترجع وما عنديش نظام من بعف الشخص طبعا من بعف يشيه شوف من أخذ شيئا من شخص بغير حق فيجب عليه أن يعيده قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم ولكن بالحسنات والسيئات فإن عجز عن إعادته أعاد ثمنه وقيمته فإن عجز تحلل منه قال يا أخي سامحني يا أخي حللني يا أخي أنا أخذت منك بغير حق وحللني ولا بأس أن يرد بدون علمه يعني لو خشية إذا أخبره أن يصبح بتصبح مفسدة فرح دسه له أخذ منه مبلغ مثلا فرح دسه في جيبه أو وضعه في حسابه أو وضعه في ظرف من تحت الباب المهم أن يصل إليه مهند من العراق تفضل بالسلام عليكم عليكم السلام وطي وبركاته يا أخي أنا أشتغل على شركة مع الصيamiento حالي لأ عملا نعم يا أخي أشتغل على شركة مع الصي matching لا طيب ما عليش أرسلنا السؤال أرسلنا سؤال على رقم برنامج أنا لم أفهمته محمد فضل محمد من مصر تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وطي وبركاته الله حييك والله أنا كنت عزيز على حضرتك بالقصوص فيه المسابقات بفائة في التلفزيون والإذاعة المسابقات الرسمية سواء في الجزاع أو في التلفزيون بعيدة عن المسابقات التي فيها نصب واحتيات المسابقات فيها جواب حققية واتصالوا موجود يعني إيه بس يا محمد يا محمد هذه المسابقات في الإذاعة والتلفزيون لما أنت تتصل عليهم لتشارك في المسابقة ما يحسبوا دقيقة الاتصال لا عليني عليني الوقت اللي أنا نفست فيه على التلفون ذا بتحسد مني ديئة بثنين جنيه عادي ما فاش نافذة كبيرة ولا حاجة لحظة الاتصالات العادية عندكم الاتصالات العادية الدقيقة بكم بثنين جنيه فالآن تروح أنت تشترك في المسابقة في التلفزيون مثلاً متبقى في إذاعة القرآن الكريم متبقى في إذاعة قطر متبقى في إذاعة إذاعة الإسلام يعني يعني اسمعني النتيجة إن الجهة اللي بتعطيك الجائزة لو أنت فزت أو جوابت صح ما بتأخذ منك ولا شيء لا ولا مليم ولا مليم طيب إذا كان ذلك كذلك إذا كان ذلك كذلك فعلاً فإن المسابقات التي فيها الإعانة والمساعدة والتشجيع والتحفيز لحفظ القرآن والسنة والفقه والعلم الشرعي يجوز جعل الجوائز عليها لأنها من نشر الدين أما أيوة أما المسابقات الأخرى اللي ما هي ما هي ليس ما فيها نشر الدين ولا شيء أحياناً كذا اللي تجعل مسابقات بالونات ومسابقات هذهك طبعاً لا يجوز عند جمهور العلماء جعل الجوع عليها يا شايف أنا سؤالي أنا سؤالي بعدين من حضرصات أنا مثلاً دخلت في مصابقة من هذه النوائية ويا ربنا أقاب نفسك بعدين لي أصدقاء يعني تصوضوني مثلاً أدخل باسمهم ولو ربنا أكرمني وفت باسمهم لو أدخلت من النبلة وأنا أدخل الجلد فهل لما أدخل باسم مصابقة لي هل فيه تذليس أو فيه نوع من الحرمة كذلك مصابقة دينية بس لحظة أنت لما تدخل باسم غيرك أنت مثلاً أنت اسمك مثلاً يعني خلينا نقول محمد أنت اسمك محمد راح تدخلت أنت اسمك محمد ابن فلان الفلاني راح تدخلت باسم سعيد ابن فلان الفلاني هذا كذب يعني أنت بتقول أنا فلان لما تدخل في المسابقة بتحط اسم صاحبة كذا تقول أنا فلان وأنت لست فلان هذا احتيال وفيه كذب ولذلك لا يجوز لما فيه من الاحتيال والكذب مثل لو شرطوا قالوا ما يدخل في المسابقة إلا مرة واحدة مثلاً فراح تدخل عدة مرات فإذاً المسلمون على شروطهم أبو أحمد تفضل أبو أحمد السلام عليكم عليكم السلام طيب بركاته يا شيخ عندنا في قرر 50 مليون طيب عبد الله تفضل السلام عليكم السلام يا شيخ عليكم السلام طلاح ياك الله يا أخي طيب عمر خلي سواء على الحلية الحلومة النساء هي الزكاة أو لا ما هي الزكاة يا شيخ ما يقول جمهور العلماء يقولون إن حلية النساء المستعمل لا زكاة فيه لأنه مستعمل مثل المستعملات الأخرى وبعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره يقول فيه زكاة لأنه ذهبوا في الضة ما ننظر إلى أنه مستعمل غير مستعمل إلى أنه ذهبوا في الضة فالأحوط إخراج الزكاة علي الأحواط إخراج الزكاة علي الأخ حمود ألو تفضل السلام عليكم عليكم السلام وطيب وبركاته أنا يمني وأريد منك تب إلى الشعب اليمن إن شاء الله وإندي سؤال نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم وأن يغيثهم من عنده السؤال ما هو السؤال إذا يعني واحد يعني بعد رمضان قال لك يعني صنط رمضان قلت الله إن شاء الله صنط رمضان كامل هل يستمر يا لا لأن هذه عبادة معروفة كلنا يجب أن نقوم بها ما هي غير ما يقول لك قمت الليل أمس هل يقول لك تصدقت كذا هذه أشياء خفية ما أصلا أصلا خطأ أنه يسأل يسأل عنها ويحرجك فيها وأنت أيضا أخفيها ولا تخبر بها قل له يا أخي من حسن استمر تركه ما لا يعني أقبل على شأنك دعني وشأني ونحو ذلك من الإجابات اللي ما فيها كذب لكنك أنت لا تخبر بها عن أعمالك الصالحة أما يجي وعد يقول لك مثلا صليت الجمعة الجمعة هذه واجب على الجميع صلاة علنية جهرية علنية نعم وفاء من سوريا السلام عليكم عليكم السلام وطي وبركاته الله يعافيك العافي يا شيخ الله يعافيك هناك سؤال أول سؤال أريد أن يرقبك الخاص في موضوع خاص أريد أن أقول لك يا شيخ طيب طيب يخرج يخرج لك إن شاء الله أريد سؤال أيها سؤال الثاني سؤال الثاني هاتي شيخ شيخ أنا تعني نعم يا وفاء طيب طيب لعلك لعلك ترسلين سؤالك إن شاء الله الأخ سمير تفضل يا سمير السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته طيب تسمع الجواب ما معنى قوله ولا تنكح ما نكح إلا ما قد سلف طيب طيب أبو عبد الله تفضل أبو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام وبركاته كيف الحلقة يا شيخ حياك الله الله يسلمك بالنسبة المبلغ الشيخ اللي يأخذ من شركة دائمية إذا كان الشيخ مثلا قدر بـ وصاحب السيارة استعجل قبل بروع الشيخ وصلحها بمبلغ 200 ريال 300 ريال المبلغ لهذا الزائد وكان فيه تغيير غيره كذا لا هو فضل يصلحها تصليح بسيط هل يحق له المبلغ هل يحق لي تصدق فيه طيب شوفي يا سمير إذا واحد اعتدى على شخص وأتلف في سيارة صدمه إلى آخره ماذا يحق للمصدوم هذا اللي صار فيه تلفيات في سيارته تقوم سيارة قبل الحادث وتقوم سيارة بعد الحادث الفرق بينهما اسمه الأرش الأرش هذا العيب اللي حصل يقدر أهل الخبرة وياخذه هذا ما له شرعا في قضية حوادث السيارات هكذا يقدر الضرر أو يقدر التلف أو يقدر النقص الذي حصل لأنه حتى لو سمكرها حتى لو سمكرها فقيمتها ناقصة ولو واحد جاي بيع سيارة مصدومة ومسمكرة وسيارة غير مصدومة في فرق عند الناس بينهما فكونوا رضي يسمكرها وما يغير القطعة هو رضي بالنقص لكن الحق له بمعنى لو قلنا إن الفرق بين السيارة قبل الصدمة وبعد الصدمة اللي هو قيمة النقص الأرش هذا 2500 شاملا تغيير قطعة غيار راح الرجل سواء أخذ الشيك بعدين قبل أو بعد ما هو مهم راح الرجل ورضي بالسمكره يعدلوها بالمطرقة وبوية ومعجون رضي هو رأي سيارة ورضي بخمسمية الألفين من حقه حطه في جيبه ليش هذا أرش النقص هذا قيمة النقص كونه صلح مثلا قدروا له الفرق 2500 فيها قطعة غيار أصلية راح هو جاب قطعة غيار تجارية قطعة غيار تقليد ورضي رضي يحط فيها تقليد طبعا السيارة الآن فيها نقص لأنه بقطعة تقليد ما هي قطعة أصلية هو رضي الباقي يأخذ يحط في جيبه هذا من حقه الذي ليس من حقه أنه يروح إلى واحد واسط يقدر له التلفيات بسعر أعلى مثلا هذا ما يجوز وإنما يقدر بالعدل قيمة التلف الذي حصل الفرق بين السيارة قبل الصدمة وبعد الصدمة وعندنا أبو أحمد فضل يا أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته اتحاق يا شيخ إياك الله تفضل يا أخي الله يفضل يا شيخ فالحندنا نجد يفضح الداخل مقبرة أيوة طيب ستسمع الجواب في أحكام الصلاة في المساجد اللي فيها مقابر سواء المقبرة داخل المسجد أو خارج المسجد أو في مقدمة المسجد في القبلة أو وراء ما حكم الصلاة أم هانية من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام وبركاته أحبت لك عندي سؤال فيما يخص أخذته من مالي زوجي واشتريته من هذا هذا وأريد أن أرده أرده له لكن زوجي بخيل أريد من ذاك المال أشتري ملابس الأدخال إذا كان شوفي شوفي إذا كان الزوج بخيلا لا يعطيهم النفق الأصلية الواجبة موت والسعات تبغى تبدل الجوال إلى موديل أحدث لا ما هي كماليات النفق في الأشياء الواجبة من طعام وكساء يعني الشيء الحاجي لا بد منه إذا بخل به يجوز مرة أن تأخذه من ماله رغما عنه وما عليها شيء والدليل خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أما إذا أخذت بغير وجه حق أكثر من هذا أخذت أكثر من هذا فإنها ترده ولو خفية إذا خشيت من سوء العلاقات بينهما أم محمد تفضلي أما تلام الجزائر تفضلي السلام عليكم يا الشيخ عليكم السلام وصلاح وبركاته الشيخ لديك لسأت إلى مصدق نعم أول سؤال إذا كان لدينا في المنزل مصاحب سالية قادمة جدا مستعمل نوه أجزال ونوه بقيت عينزة نوه قد أصدحت قد أصبحت صفحاتها مقفعة شوفي شوفي يا أمات الله إذا كان يمكن صيانتها وإعادة إعادة يعني إعادة ترتيب تغليف تجليد في في بعض الناس عندهم صيانة للمصاحف القديمة والمهترية نفعل ذلك وتستعمل في المساء وإذا ما أمكن ما أمكن تحفر لها حفرة في أرض نظيفة طاهرة وتحرقوا وتدفنوا تجعل في أرض النظيفة طاهرة إذا خلص ما عاد يمكن استفادة منها اهترأت خلص يعني إذا توضع في حفرة نظيفة طاهرة وتحرقوا وتدفنوا سؤال الثاني وكذلك الإصارات التي قد تحدثت عنها قبل في حفرة سابقة إصارات التي تحل تعلق على الحائط وعليها أسماء الله أو النبي عليه الصلاة والسلام وصور قرآنية إذا كانت أطلحة قديمة ولا نستطيع استعمالها كذلك نقوم بنفس الشيء نعم إذا عاد ما عاد لها ما لوجودها فائدة فإنه صيانة لها تتلف تحرق بهذا حتى ما ما توطأ ما تهان ما يرتكب عندها أو أشياء يعني تخالفها حتى لا تخالف أو لا تهان نعم نعم شكرا شكرا السؤال الثاني المرأة إذا قررت القرآن هل عليها أن تتحجز بمجرد أن تحمل المسحف لقراءة القرآن لا يجب لا يجب عليها ذلك حياكم الله أبو عبد الله تفضل أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أنا عندي سؤال عن الذكاء في عندي سيارة أشرت هذة 190 ألف استعملتها تقريبا ثلاث سنوات تقريبا وبعتها شيخ مهجل بعد سنة ومسقت قيمتها بعد سنة بعتها 160 أنا جاري هذة 190 واستعملتها تقريبا ثلاث سنوات وبعتها بشيك مهجل لسنة لمدة سنة بمئة وستين حال يجب فيها الذكاء يا شيخ أبو الله شوف أنت الآن لما بعتها لما قررت بيعها ها نعم ما قبضت المال لأن الشيك مؤجل نعم شيخ سنة أيوة طيب إذن أنت نويت البيعة وبيعت وأجلت قبض الثمن سنة كاملة هل فيها زكاة أسمع الجواب إن شاء الله وننتقل لفاصل فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله كلمة ترفعك إلى رضوان الله وكلمة تنزلك إلى صخطه هكذا هي خطورة اللسان قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والصوم هو المدرسة الربانية لتهذيب اللسان وتحفظ الإنسان من مساوئ الأخلاق فلا يكتمل الصيام إلا بحفظ اللسان عن الآثام فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا فحش بل ولا رد الشتم قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرء صائم فإن آثام اللسان قد تمحو ثواب الصيام ففي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فالعاقل يضع على لسانه ميزانا يضبط كلامه فإن كان خيرا نطق به وإلا سكت قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات حياكم الله يا إخوة والأخوات يخوذ الأخ أنا من الموصل فيه رجل ظالم أخذ مني نعجة ولا يقبل أن يعطينيها هل يجوز أن أخذ من نعاجه من غير علمه طبعا أن تأخذ مثلها نعم إذا استطعت تسترجع نعجتك هذا أولى ما استطعت ذبحها تصر فيها تأخذ مثلها إذا وجدت أما ما تأخذ أفضل منها أو أسمن منها أو أكبر منها ونحو ذلك طيب يقول هذا السؤال امرأة نذرت إذا ما وقع الطلاق أو رجع الله لها زوجة تقرأ سورة البقرة كل يوم خرص إذا حصل لابد أن تفي بنذرك تقرأيها يوميا فإن لم فإن فوتتها يوما تقضي وتكفر كفارة يمين هل تجوز الصلاة بين الصلاة والإقامة؟ نعم يعني بين كل أذانين صلاة مثلا سنة الفجر في الفجر السنة الراتبة للظهر مثلا العصر لا بأس أن يصلي بين الأذان والإقامة المغرب كذلك صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة كذلك العشاء بين الأذان والإقامة لا مانع أن يصلي اثنين أربعة ستة ثمانية ما شاء تقول إني متزوجة من رجل يكفر ويسب الله عز وجل طبعا هذا ينصح يوعظ يذكر يقام عليه الحجة يبين له إذا مات إلى الله تفارقيه لأنه ليس بمسلم من يسب الله ويصر على ذلك طيب بالنسبة للمفقود تقول أن زوجة مفقود طبعا المفقود له إحكام خاصة قال بعض العلماء ينتظر به أربع سنين على قضاء عمر رضي الله عنه ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج تفعل ما تشاء وبعضهم قال الآن مع وجود وسائل الاتصالات وتوفرها وبحسب الأحوال وحسب الأحداث القاضي ينظر كم المدة التي خرص يغلب على الضم بها أن الرجل هذا مات فإذا حكم القاضي بوفاته اعتدت فالمرجع فيها إلى القضاء هذه المسألة المرجع فيها إلى القضاء فالقاضي إذا قال حكمت بوفاته اعتدت أربع عشر وعشرة زوجة المفقود طيب ثم فعلت طبعا في قسمة تاريكة وفي أشياء وفي أحكام لو ظهر الرجل بعد ذلك واتضح أنه على قيد الحياة ماذا يحدث أيضا هذه طبعا لها في الفقه أحكام والحمد لله أن مسائل الحياة داخل كلها في الشريعة وكلها لها أحكام علمها من علمها وجهلا من جهلا السؤال ما حكم من يسرق مالا طبعا الجواب يعني ذكرناه في الحلقة أن عليه أن يرده وأيضا إفرازات تخرج باستمرار إذا كانت تخرج باستمرار إذن فإن هذه الخارج طبعا من السبيلين الخارج من السبيلين ينقض الوضوء فإذا كان يخرج من الداخل إلى الخارج أما رطوبة نفس الموضع نفس الموضع رطوبته وليس شيء يخرج من الداخل إلى الخارج وإن رطوبة نفس الموضع هذه ما تنقض الطهارة ما تنقض الوضوء مثل العرق يعني طيب يقول إمام مسجدنا دجال هل تجوز الصلاة معه إذا كان مفهوم كلمة دجال عندك بمعنى أنه رجل يعني مشرك أو ساحر عنده شعوذات شركية يدعي علم الغيم طبعا هذا ما تصح الصلاة خلفه طيب يقول السؤال نصوم 21 ساعة ويبقى لدينا أربع ساعات وبعض الناس متعبين والذهاب إلى المسجد يأخذ عشرين دقيقة ممكن صلي الترويح في البيت نعم يا أخي صلي الترويح في البيت لا مانع لا مانع فعلا هذا شيء متعب مجهد قلنا عندكم ليل ونهار ستصومون فتحملتم وصمتم المسجد يبعد عشرين دقيقة أصلا ما يجب الذهاب إليه إذا يبعد عشرين دقيقة بالسيارة ما يجب الذهاب إليه فأنتم لا مانع صلوا جماعة في البيت لا مانع لا مانع يقول بعض صلاة الفجر نحن صائمين ذهبنا نسبح وفي المسبح غرق بعضنا بعضا ودخل في جوفنا الماء يا جماعة أين يعني رعاية حرمات الله كيف رحنا نسبح بعد الفجر وغرق بعضنا بعضا وبلعنا ماء هذا من التهاوم بأمور الصيام أين ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب أليس الصيام من شعائر الله كذا ببساطة رحنا شباب في مسبح وغرق بعضنا بعضا ودخل الماء في الفمش وبعدين هذا عليه التوبة إلى الله وإمساك بقية اليوم قضاء هذا اليوم لأن هذا فيه تعمد نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والله مصيبة يعني أن يحدث هذا طيب تخصيص زيارة المقبرة في يوم 27 شعبان طبعا هذه بضعة ما في وين دليل على تخصيص 27 شعبان في زيارة المقبرة هذه بضعة ما في يقول يوجد في منطقتنا مساجد فيها اسم سيدي فلان وفيها مقبرة وكذلك الأخ طبعا سأل في أحد الأسئلة في البرنامج الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد وبناء المساجد على القبور مخالفات شركية خطيرة بدعية خطيرة وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أناكم عن ذلك قال إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد لما عليه الصلاة والسلام في فراش الموت جعل يكشف عن وجه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد المسجد اللي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه خصوصا إذا كان في جهة القبلة ما تصح الصلاة فيه إذا كان القبر أولا ثم بني المسجد المسجد هذا بني على باطل يزال طيب ممكن نفعل ماذا نخرج القبر خارج المسجد هذه تحتاج إلى هندسة معمارية وإنشائية هذا دور المهندس المعماري المسلم والإنشائي المسلم يفكرون في طريقة لإخراج القبور من المساجد ونجعل بين المسجد في وضعه الجديد وبين القبر شارع أسوار خراص بحيث نفصله تماما نطلعه برة ونجعل المسجد من ناحية الأخرى نتصرف بحيث نطلع القبر برة طبعا إذا كان المسجد أولا ثم دفن فيه شخص ننبش القبر شرعا وقد قال إذا كان القبر في قبلة المسجد ما تجوز الصلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا تصلوا إليها إذا كان المسجد قبل والقبر صار في خلفية المسجد وراء طبعا تصح الصلاة ولكن ينبغي إخراجه لأن وضع القبر فيه عدوان على المسجد اعتداء يخرج ينقل الرفات تنقل إلى المقبرة تنقل إلى المقبرة إذا القبر قبل نطلع المسجد برة مثل ما شرحنا طيب يقول السؤال بالنسبة للمهر المؤجل توفي زوجي وفي ذمته مهر مؤجل لي هل يحق أن يطالب أهل الزوج أولا هذا دين على الزوج يؤخذ من التركة قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فما دام المهر في ذمته فهو دين يقدم على الميراث فنطلع الديون ومنها مؤخرك وندفعه إليك ثم تقسم على الورثة وأنت منهم لكن أهل الزوج إذا مالهم ليس له مال عندهم ليش كيف اطالبهم وليسوا هم اللي عليهم الحق إن أعطوك من عندهم يعني مسامحة ها الحمد لله هذا يؤجرون طيب كالتبرع ولا هو على الزوج من مال الزوج طيب تقول إنها قالت يا ربي إذا رزقتني فلان زوجا عندك أعدك أن أصوم شهر شعبان شوال هذا بحسب نيتها إذا نوت النذر فهو نذر لازم تصومه وإذا ما نوت النذر صار وعدا يستحب لها أن تفي به إذا ما نوت النذر الإلزام الإيجاب على النفس هذا النذر طيب وكل من عاهد الله على شيء فإنه ينبغي عليه أن يفي به وقد يكون تكون هذه المعاهدة حكم حكم اليمين وقد يكون حكم حكم النذر على حسب النية طيب يقول إذا أتيت الحرم لصلاة الترويح بعد العمر والتحلل كيف يعني أطوف هل أصلي تحية المسجد إذا طال الفصل وأراد أن يجلس صلى تحية المسجد وإذا كان العهد قريبا فلا حاجة بمعنى الواحد يدخل الحرم ليطوف خرص الطواف هذا يجزي عن تحية المسجد فهو يطوف يصلي ركعتين الطواف معروفة هذه خرص بعدين تيجي فريضة يريد أن يعتكف يفعل ما يشاء وأما إذا ما صلى فإن المسجد الحرام مثل غيره يعني يشرع له تحية الطواف يشرع له تحية مسجد ركعتين يشرع له تحية مسجد ركعتين فإذا كان ما يعني العهد قريب صلاهما أما إذا طال الفصل وفات موضعهما خرص وتعتبر أي إذا دخلت المسجد وجدت صلاة فريضة هذه تحية مسجد صليت سنة راتبة هذه تحية مسجد طيب دخلت وطفت وصليت ركعتين هذه تحية مسجد لأنه أنت يعني لا ما يدخل إنسان مسجد ويجلس بدون تحية وإنت قد فعلت فعلت ركعتين طواف فعلت صلاة فريضة فعلت صلاة ناثلة فعلت ركعتين مخصوصتين لتحية المسجد كله صحيح تكون عائلة تتقدم للخطبة لابنها وهم يعلمون أنه إنسان سيء وفيه 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 طبعا هذا غش هذا حرام من غشنا فليس منا هذه خيانة لا تخونوا أماناتكم هذه خديعة المكر والخديعة في النار تعرفون أن ابنكم صاحب مخدرات وصاحب علاقات محرمة وصاحب طيب بنت الناس ستبتلى به كيف ما تبين حاله لا يجوز هذا غش خديعة وإثمها عظيم طيب النقاشة التي تنقش للحنة لا لأجل أن يبرز للناس طبعا الأجانب ولا تنقش ما فيه صليب ولا تنقش ما فيه صور ذوات الأرواح فالنقش الحنة زينة لا بس جائزة ولكن المرأة ما تتبرج والنقش ما يكون فيه محرم مثلا ما يكون في أماكن العورة هذه من المحرمات ما يجوز الناقشة والنقاشة أن تطلع على ذلك ما حكم من يستهزئ بالدين بالنكت هذا مصيب كفر الله سبحانه وتعالى قال عن من يسأل يفعل هذا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم خطير جدا أن يجعل النكت على الجنة والنار والملائكة وعلى الدين هذا استهزاء هذا استهزاء خطير طيب يقول ما حكم ذبح البقر في العقيقة السنة في العقيقة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجاري البنت بشات كما قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات لو ما عنده إلا واحدة لا بأس عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا السنة في الذكر أن تكون الشاتان أن تكون الشاتان مكافئتان يعني في السن إلى آخره طيب هل تأخذ حكم الأضحية فيصح الاشتراك فيها العقيقة ليست مثل الأضحية في الاشتراك الأضحية ممكن تشترك في بقرة لكن هذا ذبح عن مولود فلا يكون فيه اشتراك فتذبح بقرة ممكن تذبح شات ممكن فهذا فداء والفداء لا يتبع عب ما يصير الذبح عن فلان وعن فلان وعن فلان وهو المولود واحد وهنا مولود آخر وهذا مولود ثالث كل واحد له ذبح مختلف طيب من عطس في الصلاة يشرع له أن يحمد الله عز وجل سواء كانت فرضا أو نفلا ولكن ما يرفع الصوت ويشوش على الناس طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا إنه سميع جواد قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد المسابقة القرآنية اليومية كان سؤال الحلقة السابقة قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ما معنى قوله ليقضوا تفثهم والإجابة الصحيحة معنى قوله ليقضوا تفثهم أي يخرجوا من الإحرام ويقضوا ما عليهم من المناسك من حلق الشعر وأخذ الشارب ولبس الثوب ونحو ذلك فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت أمل محمد عرب من الأردن سؤال الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم أذكر آية من الجزء الثامن عشر تدل على أن الجزاء من جنس العمل فمن عفى عفى الله عنه ومن صفح صفح الله عنه ومن غفر غفر الله له للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة التالية يعلن اسم الفائز يوميا جائزة المسابقة ألف ريال سعودي يوميا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون